وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية مع وزارة الزراعة وثروة السمكية تقوم الشركة بمجبها بتمويل مشروع مكافحة الطفيليات الخارجية الناقلة لمرض حمى القرم الكونغو النزفية في ولاية صور ويستهدف البرنامج عددا كبيرا من مربي ثروة الحيوانية حيث ستقوم وزارة الزراعة وثروة السمكية باستهداف المناطق التي تم تحديدها كبؤر لحشرة القراد للقضاء عليها كما تشمل المبادرة توزيع آلات رش المبيدات على المربين